قابلت تحضيري بزيادة كل المدارس في المنصفات ومجمعات المدينية والإعلانية وكل العلم ودعوة خاصية اعتبارية هذا الاجتماع الذي تم لأهالي حمص كان للمصادقة على لجنة مؤلفة من 6 أشخاص تم انتخاب هذه اللجنة بطريقة شرعية حيث أنه من فترة تم دعوة جميع الجهات الفاعلة بحمص بحيث أن كل جهة فاعلة تتدب عننا أخ ويكون اجتماع عبارة عن 20 أخ تقريبا اجتماعه وانتخبوا سواء أشخاص يكونوا يمثلوا أهالي حمص هذه اللجنة شغلتها أو هذول سواء أشخاص شغلتهم يتواصلوا مع الجهات مثل مجلس محلي مثل الجهات المسؤولة لنقدر نوصل الحقوق الممكن توصلهم للمهجرين مثل ما يتوصل الحقوق للمهجرين من بقية المناطق كمان الحمص يكون ممثلين يدافعوا الحقوق ويطالبونهم فيها وضع المهجرين بشكل عام في مدينة حمص يعني وضعهم مأساوي فالناس عايشين بالمخيمات الناس مستأجر البيوت وعلم أن المهجر البيوت غالي كتير بشكل كبير نحن نحاول بشتى الوسائل أنه نتوصل مع المنظمات لنحاول نخفف المعاناة اللي عم يعلوه ترجمة نانسي قنقر